موسيقى السلام عليكم كيف حالكم إن شاء الله تكون طيبين في هذا الفيديو هنشوف كيف نصف موسيقى فأول شيء هنرسم الأوطلاين نفس الطريقة زي الفيديو اللي شفناه حق الموسيقى نحدد الكنتاكت آريا حقتنا بكالي وينجوالي ويكون كونفاين بس للفروكسيما آريا هنعمل البراريشن بنمبر 245 بير حسنا، الدبث من الكافتي المفروض يكون موسيقى 3 مليمتر دبث يعني باللينكث من المسيقى عرض الكافتي المفروض يكون موسيقى 2 مليمتر يعني كمان برضو عرض البر تقريبا بس هنا إحنا هنزوجه شوية عشان إبان لما يكون كيف شكله بس أهم شيء ما يزيد عن 3 مليمتر دبث أكزيالي عشان وحنا، ستكون محقاً فهنا نحن نحن اشتركات الكافية هنا، لم يتم استخدام المفروض بس طبعا، بالإنترأوري، او في الباب، يجب أن نشحت في نظر البخط فهنا نحن نجحن نجحن نتوى البرمولار نعم فتبعا، أننا نضيف لأكزيالي ما هو أنني افتلك ثم، وحنا نتوى العلاج إحنا ندخل بتقريباً 2 mm depth لأن نضبط الكافتي بعد كده we can go deeper هنا this is an occlusal view so far what we did we need to go back and define the walls the buccal axial and lingual عشان نخليه شكله proper box وبعد كده نعمل thinning للمارجينال ridge قبل ما نكسر المارجينال ridge before we go to go back and continue working on the cavity هنا نقضي المشوف كيف سار؟ more box shades السلسة we need to go back and thin the marginal ridge even more خصوصا من البقل واللينجوال proximal line angles so we're going to go back and continue thinning of the marginal ridge كي نكتر نشوف هنا كيف نسوي له thinning أكتر أكتر خصوصا نحتاج نزود thinning من البقل واللينجوال proximal line angles عشان نكتر نكسره بالإنام الهاتشت فحنروح نعمل further thinning من ال line angles proximal بعد كده نشيك الدبث of the cavity and the cavity smoothness بعد كده حنمسك الإنام الهاتشت and we're going to break the marginal ridge using cleaving strokes or chopping strokes فهين احنا بدأنا من البقل واللينجوال بعد كده نروح لللينجوال واللينجوال وبعد كده نستخدم الجنجival marginal trimmer or the GMT عشان نعمل scraping strokes على الجنجival margin بعد كده نكمل as needed بالGMT and with the enamel hatchet and this is the final shape so we're going to evaluate now الكافتي smoothness الكافتي depth نشيك برضو انه there is clearance buccal, lingual and gingival. نتأكد ما فيش anything sharp. ما فيش unsupported enamel ولا enamel lips on the buccal and lingual proximal areas هنا تقدروا تشوفوا شكل approximately بعد ما شلنا النيبرينج بس عشان تشوفوا كيف شكل البوكس فهنا احنا في هذا الفيديو شوفنا how to prepare a large box on a moulder. Thank you very much and see you in the next video اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة